انتبه أمامك حفر ومنعطفات مميتة لوحة إرشادية على أحد جنبات الطريق المؤدي إلى إحدى نوافذ اليمنيين التي تربطهم بالعالم الخارجي وأكثرها ازدحاما طريق الصافر العبر أحد طرق ترحيل اليمنيين إلى الآخرة حفر ومنعطفات وكثبان رملية وحوادث أليمة أفخاخ تعترض اليمنيين المسافرين إلى الخارج والعائدين منه إلى أهاليهم ووطنهم عبر السعودية عشرات القتلى والجرحى خلال الأشهر الأخيرة آخرها حادث ضحاياه ثلاثة أشقاء كانوا عائدين من السعودية لحضور عزاء والدتهم فألحقهم الطريق بها إلى الآخرة في حادث مؤسف تكرار الحوادث وتصاعد أعداد ضحايا الطريق أثار سخط اليمنيين وتساؤلاتهم عن مصير الاتفاقية التي أبرمها محافظ مأرب قبل ثمانية أشهر لإعادة تأهيل الطريق بين السلطة المحلية وشركة سباء للمقاولات المنفذة للمشروع ماذا تبقى من المشروع وكم عدد الأرواح المتبقية التي سيخطفها هذا الطريق المنهار قبل إعادة تأهيله الخط طبعا يشمل المحال الأولى لمسابة 40 كم تم تنفيذ منه حاليا حوالي ما يقرب من 50% مال إسفلتية وتقريبا من إجمال قيمة المشروع تم تنفيذ من قبل 60% سخط اليمنيين وتزايد أعداد الضحايا دفع السلطات المحلية والشركة المنفذة للخروج إلى الرأي العام للتوضيح لكن ماذا يفيد التوضيح الذي يؤجل وضع حد عاجل للحوادث وتأمين الطريق يتسأل مواطنون طبعا نسبة الإنجاز في المشروع 60% المدة المتبكية طبعا من العقد طبعا من مدة التنفيذ المجرعي 10 أشهر المدة المتبكية من العقد أو من المدة الزمنية هي 4 أشهر وإن شاء الله نحن بصداد إنهاء العمل في الفترة المحددة عسب العقد بإذن الله دروة الأخرى إنسو الوزراء كرب فريق من وزرات الأشغال لزيارات الموقع وسيأتيهم لزيارات المقطع الثاني الذي يكون من غيربان إلى منطقة العبر وعمل حلول بحيث أن يعطوا رؤيتهم للدراسة وعمل التنفيذ من قبل وزارة وإن شاء الله يكون بشرى خير أن يتم تنفيذ المقطع الثاني عن طريق الدولة خلال العام القادم يأمل المواطنون بأن تثمر جهود ومتابعات رئيس الوزراء في سرعة إنجاز إعادة تأهيل الطريق البري الدولي الرابط مع السعودية الذي لم يشهد أي ترميمات أو إصلاحات منذ أعوام ترجمة نانسي قنقر